بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الفيديو بتاعنا النهاردة للبنات المبتدئين اللي لسه سنأولى مطبخ اللي لسه أول مرة يدخلوا مطبخ ومش عارفين يتبخوا أي حاجة ولا حتى الرز النهاردة هنعمل فيديو بسيط كده وعلى السريع هنعمل الرز على شعرية بتكات كده بسيطة هتخلي الرز رحته وطعمه معاك جميل جدا ممكن كمان من الناس اللي متمرينة في المطبخ واللي هي عارفة كل حاجة في الطبيق ممكن ما تكونش عارفة التكات دي هتستفيد منها فتابعوا الفيديو وإن شاء الله بإذن الله هيعجبكم جدا رغم بسطته أول حاجة نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونجيب الحلة بتاعتنا نسخانها على النار ونحط المادة الدهنية بتاعتنا وأنا بفضل إلا أنا أشتغل بالزيت تمام حطيت زيت عايزة تحط كمان قطع الزبدة يبقى حلو قوي ما تقطريش زيت كتير يعني حوالي نص الكباية طبعا نص الكباية صغيرة مش كبيرة وهنبتدي ننزل بالشعرية بتاعتنا ده نص كيلو من الشعرية تمام هنزل عليها على زيت السكن وابتدي اللي أنا أقلب فيها لغاية لما وصل لدرجة التحمير اللي هورها لكم كمان شوية تمام كده افضل بقى أقلبي كده على النار النار ما تكونش عالية قوي ولهادية قوي تكون نار متوسطة كده علشان الشعرية ما تتحرقش منك أو تشيت كده بسرعة وكمان عايزة إيديك تفضل فيها على طول تلنيك أقلبي أقلبي عشان يبقى اللون موحد ما يبقاش واحدة واخدى لون والتانية لسا بيضة وما تلونيتش تمام كده أي بنت بقى لسا داخل المطبخ تركز معايا وتقوم تعمل الممتج كده تفرحيها أحلى رز بالشعرية أنا بوريكم اللون لسا هي أباين كده في الحل اللي هي غامقة شوية بس أنا بوريها لكم لسا فتحة هي بس عشان الإضاءة تمام هقلب فيها كمان تقلبتين ووريها لكم تاني طبعا تكون محضرة الرز بتاعك وغسله أي واللون ده بقى اللي أنا عايزاه يارب يكون واضح في الكاميرا نص كيلو الشعرية ده بتحط عليه كيلو من الرز تخسليه وتنظفيه حلو قوي ده طبعا بعد ما تنقين كان في أي حاجة تشيليها منه وبعدين تخسليه وتنظفيه والصفيه وتحطي على نص كيلو الشعرية كيلو من الرز تمام كده؟ يعني نص كبايت أنا بقولك كل حاجة لأنك طبعا أنا عارفة أن لسا كتير من البنات داخل المطبخ مش عارفين أي حاجة خالص فأنا بوضح أكتر علشان ما فيش حاجة تبوض منهم تمام؟ نص كبايت زيت أو مادة دهنية بتحطيها تسخن كده على النار وتحط نص كيلو شعرية وتكون غسلة ومنظفة كده كيلو من الرز وبعدين بعد ما الشعرية تحمر حطيت الرز وابتديت اللي أنا أحط شوية من فلفل اسود وكان ورقة كده من ورق اللورة ولمون مجفف عارفين طبعا اللمون المجفف اللي بتحطيه على الكابسة على رز الكابسة بيخلي الرز حلو قوي جربيه وهيفرق معاك إن شاء الله بإذن الله هتحس كده بفارق وهتحس الطعم حلو قوي في الرز وكمان الريحة هتبقى مميزة يعملي بقى التشويحة دي أهم حاجة التشويحة دي احنا لسه محطناش مياه لغا دلوقتي حطناش أي سويل تمام؟ احنا لسه بنشوح كده الرز مع اللون مصرسلنا محمد الشعرية شايفين اللون حلو إزاي؟ لونها مش غامق لونها فاتح مش غامق يعني تخليها فاتحة كده شوي تمام؟ لسه بنشوح احنا كده بالزيت أنا بفاطل لا نعمل الرز بالزيت بالزيت وعاز أزود حاجة تانية بزود زبدة تمام؟ أو حتى سمنة بلدي ما بحطش أنا سمنة علب أفضل أشوح كده في الرز شوية حلوين حوالي خمس دقايق أو أكتر يعني سبع دقايق بحيلو برضو تمام؟ وطبعا زي ما قلتلكم أنا حطيت اللهم صلى الله عليه وسلم أنا حطيت دلوقتي عود قرفة لب أنا حطيت عود قرفة ورق لورة لمون مجفف وطبعا الفلفل أسود وده كله بشوحه مع بعضه كده على النار تمام كده؟ ويكون مجاهزة بقى مية بتغلي وكمان اللهم صلى الله عليه وسلم محمد أنا عندي شربة فأنا هزود شوية شربة وشوية مية ليكو حرية الاختيار بقى عايزة زودي شربة كله ماشي عايزة زودي مية كله ماشي من دعلادة ماشي الشربة بتخلي طعم الرزع شريح حلو برضو تمام؟ فأنا هحط شوية كده من الشربة عند شربة لحمة شربة أي طيور عادي ما فيش مشكلة مش شرط يعني شربة لحمة ومش شرط كمان شربة خالص يعني انت لو هتعمل هي بس بالمية بتبقى برضو حل وقوي معاك تمام؟ أنا هحط شوية شربة طالما أنا عند شربة طعامها كده بس شوية أنا بوريكو بس الشربة ها نوم صلى سيدنا محمد وهبتدي اللي أنا أزود برضو مية ويفضل تكون مية طبعا سخنة مية مغلية نوم صلى سيدنا محمد المية اللي هتحطيها هتكون بمقدار كده يعني تكون المية فوق الرز بمقدار آآ حوالي سنت ونص او عقلة من عقلة صوباع ايدك تمام؟ عقلة كده من عقلة صوباع ايدك آآ يكون فوق الرز مية طبعا او شربة او اي سوائل يعني جايبين بدأت دخل في اللمونة تطلع تاني حبيت ألعب معا شوية دخلها تطلع لي تاني تمام كده؟ وبعدين أحط بقى الملح بتاعي تحط الملح بقى الضباطي ملحك يعني هتحط على المقدار ده حوالي معلقة كبيرة كده مليانة من الملح وطبعا تعمل حساب ان الشرب عليها ملح تمام كده؟ الرز كده كان لسه وبعد كده سبته كمان شوية شايفين المراحل السواء بتاحته واول حاجة شرب المية هدت عليه اول ما يشرب ميته تهدي عليه النار تمام؟ وتهدي عليه وسيبه استوي بقى خالص بصي بص علي لو لقتي لسه فيه يعني لسه كده فيه حبيات حصى ما مهيش ان هي الله ما صلى سيدنا محمد مش ان هي استوى اه اروش كده عليه شوية مية او شوية شربه وغطي تاني اعمل حاجة تحكمي الغطة حل والله ما صلى سيدنا محمد علشان يستوي وطبعا استوى وغرفت كمان انا قلت اقدم لكم كده في طبقة كده سوية تزيين الصفر بتاحتك بحاجات بسيطة خالص يعني ده شايفين بس شكل الطبق حلو ازاي وده مجرد يعني رز على شعريه بس اقدمناه بطريقة فخمة وطريقة مختلفة وجديدة تفتح النفس كده وتفتح نفس اولادك على الاكل لو هتعمل الكل فرد من اولادك او كل فرد من افراد الاسرة بتاحتك طبق زي ده هيفتح نفسه على الاكل وكمان ممكن تحط اللحم حواليه قطعة اللحمة كده منابهم كده على كل طبق في رحل الرز عشرية كده بيبقى شكله حلو وهيفتح نفسهم على الاكل ومش شرط يكون لحمة مع الرز عشرية انت ممكن تعمل اي حاجة ممكن بس مجرد بطاطس كده وبيض جنب الرز عشرية يبقى حلو قوي كل واحد على قد مقدرته يعني وفي كل تالحالات الحمد لله على كل شيء نحمد ربنا نشكر فضله اللهم ديمها نعمة وحفظها من الزوال يا رب العالمين يا رب يكون فيديو النهاردة عجبكوا واستفدتم منه كتير وخصوصا البنات الصغيرين يا رب يكون قفاتكوا بشيء واتمنى لو انتوا استفدتم منه بحاجة او طلحت باي معلومة من الفيديو اضغطيلي لايك شجعيني وفي نفس الوقت لو انت مش مشترك معايا انزل اشتركي وفعلي زر الجرس واختاري الكل عشان يوصلك كل فيديوهاتي جديدة